القضية الفلسطينية الملف الحاضر بشكل دائم في اجتماعات القمم العربية منذ أكثر من سبعين عاما قمم تواجه انتقادات شعبية بخروجها بقرارات متشابهة لا جديدة فيها بدأت بتأكيدها على عروبة أرض فلسطين ثم انتقلت إلى تطبيع عربي إسلامي مشروط مع الكيان الصهيوني ووصلت في السنوات الأخيرة لتطبيع دون شروط بعد الهزيمة العربية أمام الاحتلال الصهيوني عام 1967 أطلقت قمة الخرطوم ثلاث لاءات لا صلح لا تفاوض لا اعتراف تلتها قمة الجزائر العام 1973 وهي القمة التي أعلن فيها عن شرطين للسلام الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة بدأ الاعتراف الضمني بالكيان الغاصب منذ قمة فاس بالمغرب سنة 1982 اعترفت فيها دول عربية ظنيا بوجود إسرائيل وفي الجزائر عقدت قمة زعماء ورؤساء العرب العام 1988 قمة كانت فاصلة في مصير دول فلسطين التي تم إعلان قيامها من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات من المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام قيام دولة فلسطين وهو اطرار من الفلسطيني وبعد قيام دولة فلسطين واصل العرب نظالاتهم لتأتي قمة الأقصى التي عقدت بالقاهرة سنة 2000 وتضمنت إنشاء صندوقي تمويل باسم انتفاضة القدس وصندوق الأقصى أما قمة بيروت 2002 فقد شهدت لأول مرة حديثا عربيا عن القدس الشرقية قمة الدوحة 2013 اقترحت تأسيس صندوق عربي خاص بالقدس برأس مال قدر بمليار دولار في حين أكدت قمة تونس 2019 على الهوية العربية للقدس وها هي اليوم قمة الجزائر تدعم توجه فلسطين للحصول على العضوية في الأمم المتحدة وتدعو كل الدول للاعتراف بفلسطين والمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة والجزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فلسطين قضية العرب المركزية قديما وحديثا